أيضا مجلس إدارة شركة استداد يجتمع بمسؤولي النشاط الرياضي لمناقشة إنجازات أربع شهور مجلس إدارة شركة استدادات الوطنية للاستثمار الرياضي عقد مجلس إدارة وبرئاسة المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة عقد اجتماع أمس مع المسؤولين عن كل قطاع النشاط الرياضي بالشركة لمناقشة ما تحقق على الأرض من مجهود كبير في القطاع خلال مدة قصيرة لم تتجاوز أربعة شهور قال المهندس سيف الوزيري أن ما تحقق خلال الفترة الماضية في النشاط الرياضي بالشركة بشكل عام مهندية سيتي كلاب بشكل خاص وفي مختلف اللعبات بمجهود كبير سيؤتي ثماره قريبا في الدفع بأبطال يمثلون مصر في المحافل الدولية الرسمية في مختلف اللعبات أيضا أضاف المهندس سيف الوزيري أن ما تحقق أيضا يأتي تمشيا مع خطة ورؤية الدولة المصرية 2030 لاكتشاف المواهب الرياضية في كافة الرياضات تزامنا مع تطوير المنشئات الرياضية لتقديم أفضل خدمة رياضية واجتماعية وترفيهية في محافظات مصر قال أيضا العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استاذات أن الاجتماع كان مهما وكان لزاما علينا توجيه الشكر لكل العاملين في قطاع النشاط الرياضي على المجهود المبذول في كل اللعبات كرة القدم والسباحة والتنس والألعاب الأخرى وبدل تنس وكرة القدم وغيرها من اللعبات المختلفة وأضاف العميد مرجان استمعنا أيضا إذا ما كان هناك مشاكل أو عقبات تواجه النشاط الرياضي لإزالتها بما لا يعيق العمل في القطاع قال أيضا أن الرؤية المستقبلية والشاملة لشركة استاذات كان لها أكبر الأثر في خلق حراك كبير في سوء الاستثمار الرياضي نظرا للإدارة الحالية الكامل بأن الرياضة في العالم تحولت بجانب لعبة يمارسها الهواة وتستمتع بها الشعوب تحولت إلى صناعة تقوم على أساس أسس علمية متخصصة حقيقة شركة استاذاتة عاملة شغل رائع جدا في كل هذه الأمور إن شاء الله زي ما قال المهندس السيف الوزيري وزي ما قال العميد محمد مرجان أن خلال الفترة القادمة إن شاء الله هتشوفوا حضراتكم حاجات جميلة جدا جدا وحتشوفوا أبطال في كل اللعبات المختلفة اللي أشرنا لها في الخبر ترجمة نانسي قنقر